اختتمت شبكة الصحفيات الموريتانيات الليلة البارحة في مدينة تيغنت الحملة التحسيسية التي أطلقتها بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية منذ بداية الشهر الجاري لتحسين صورة النساء المرشحات وتعزيز مشاركتهم بالاستحقاقات الانتخابية وسعت هذه الحملة التي شملت عدة ولايات إلى تحسيس السكان بأهمية التصويت للمرأة المرشحة لتعزيز حضورها في المراكز الانتخابية القادمة من أجل دعم ومناصرة المرأة المنتخبة ورفع إسهاماتها في الاستحقاقات القادمة تحط شبكة الصحفيات الموريتانية الرحالة في مدينة تيغنت بعد أن جابت مدن ألاق ونواذب ونواكشوت ضمن قافلة تسعى إلى النهوض بتمثيل المرأة في الاستحقاقات تمثيلا يعكس مكانتها وحجمها في المجتمع وتنمية البلد حملة التحسيس في تيغنت حرصت على التواصل مع جميع مكونات الطيف الاجتماعي والإداري في المدينة وذلك لإبلاغ رسالة المناصرة إلى الجهات المعنية الرسمية والشعبية وفي هذا الإطار التقت ممثلات شبكة الصحفيات الموريتانيات برئيس مركز تيغنت الإداري السيد سلم والسالم وتم استعراض أهداف الحملة وبرنامجها في المدينة ومحطات التعبئة والتحسيس في مختلف أنحاء المدينة الحفل الختامي لهذه التواهرة التحسيسية تميز بأمسية مديحية جاءت في قالب تعبوي وتم خلالها التأكيد على ضرورة العمل على الرغي بالصورة المرأة المنتخبة ودعمها في الاستحقاقات لا يخفى عليكم المكان الذي تحتلها المرأة في مجتمعنا وهو ما عكسته النسبة المسجلة على اللائحة الانتخابية وهو ما يتطلب منا جميعا الوقوف مع تحسين صورة المرأة وتوعيتها وتأطيرها لبلوغ أهداف الحملة المتمثلة فالرفع من نسبتها بالدوائر الانتخابية ومن محطة تيجند الأخيرة في هذه الحملة التحسيسية لتحسين صورة المرأة المنتخبة تختتم شبكة الصحفيات الموريتانيات هذا الماراتون التعبوي لمناصرات المترشحات وإقناع المواطنين بدعمهن في الاستحقاقات القادمة وهو جهد تتطلع الشبكة إلى أن تفصح الأيام القادمة عن صداه وتأثيره في إقناع الناخبين بالتصويت للمنتخبات ورفع حصة هنا الانتخابية الثالث عشر مايو القادم